موسيقى حالة من الاستياء وعدم الرضا تسود بين المواطنين بسبب قيمة الدعم المقترح دفعه في حال اتخذت الحكومة قرارا بتحرير الاسعار وتعويم اسعار اذا ساءت الامور اكتر من هيك انا رح ينعكس علي يا سيدي مليش فيه رح تسوق الأمور اكتر من هيك والله ما رح ينلاقي رغيف الخبز بالشارع اذا رحت عسوق الخضرة ورجعت وركونوا راحوا السبعين دينات شو السبعين دينات بكفوش لو ولد صغير هذول الاشي يعني شو بده يكفو يعني واللي عنده انفار كتير شو بده يكفي بده مقيمونا الدعم عن الكهرباء وعن المي وعن السجرات الغاز شو بده يقضي وجايين يقيمونا يا بوقت الشتاء هذا يعني رئيس الوزراء الدكتور عبدالله لنسور اكد ان قيمة الدعم ستبلغ نحو 420 دينارا للأسر التي عدد افرادها ستة اشخاص كحد اعلى الله لا حطي مش راح يعني يكفي مش راح يكفي مش راح يكفي لا لغاز ولا لخضرة ولا مستلزمات البيت هذا بدك تفوت مطعم للعالم انت وولادك ما بكفنك السبيل ياري صحيح ولا مضبوطة الضروريات الضروريات يعني شو بده يسوي السبيل ياري شن السبيل ياري هي الدعم نوع من التبريد للناس بس يعني هم بدون يرفع الدعم هاي سياسي خارجية وهما بدون يرفع الدعم بس مجرد ضحك على الناس لمدة شهر شهرين وبعدين الحقيقة الدولية استمزجت اراء المواطنين حول طرق انفاق قيمة الدعم المقدم لهم من الحكومة وكانت الاراء مختلفة ما بين مستغرب ومستهجن والله بدك مواصلات وبدك وجل الدار وبدك هلا شو بطلعوا وكاز وغاز ومش بغلوا كل شي طيب فشو سبعين دينار بدون يسوي لو بتقصمنا على 12 شهر شو بدون يطلع بالشهر قديش سدنا نير سدنا نير بدون يطلع سدنا نير بالشهر شيني شو بدون يجيب بتمنى من الحكومة انها تراعي الشعاب الفقير شو سبعين دينار يعني بأي مواطن يعني لما تيجي تحكي جرة الغاز صارت بعشرة يعني رجاء 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 ارحموا هالمواطن المواطن قاعد يبعاني المواطن ماكي الهواء قبل الحكومة ما تيجي وتحط ترفع لازم يكونها مشروعية مشروعيته ان يكون في مجلس نواب اذا ما في مجلس نواب ليش بتطلع بعدين اذا انت يا رئيس الوزراء اجيه تبدون مشروعية فيه لازم يكون كمان عندك انت اول شغلة انك تحط الفساد الفساد هذول اللي رحتوا دقيتوا بالذهب وتركتوا المليارات شو عشرين مليون شو عشرين مليون مهن سفر ايطالي بعشرين مليون لارة الهم فاشكر لكم واشكر الحقيقة الدولية وان شاء الله بتضلكوا هيك سبعين دينار تجي فين سيارة وبشر قطعة ارض وبن دار وشو بده اقول له وعيش اصرف احالي بده كيف في السبعين لارة بده ايش اخلي اشي بنفسي فين بده اعيش اعيش معدش عشا بده اعيش حياة رفاهية في السبعين لارة والباقي دعوطه في البنك ان شاء الله تعالى واي واحد مزنوق من داين انا بداين من السبعين لارة الايام المقبلة حبلة بقرارات حكومية فيما يخص قيمة الدعم وطريقة ايصاله الى المواطنين وربما امور اخرى